السؤال اللي بعد كده من نيرو روفا عادل بتقول أنا ابني عنده سنتين بيقوم من نوم يعيط ربع ساعة كامل ويرجع ينام تاني معرفش ليه طيب قبل بس ما اجاوب على هذا السؤال عايز اقول لكم انه معظم الاطفال او كل الاطفال تقريبا بيجي عليهم لحظات كده اثناء النوم وتلاقيهم يعيطوا وزي بقى زي ما يكون هيقلقوا حتى الامهات والاباء الشطرين قوي لما يكون الطفل مثلا نايم اكيد يعني بيكون نايم في مكان نوم منفصل لان دي خلاص امر ليس له جدال يعني من الناحية العلمية فتلاقيهم يقولوا ايه هما بيصحوا على طول فيقولوا ايه لا استنى كده او استني كده ده هينام تاني خلق هما بيكونوا تعودوا على كده بيكون سنة كده اللي هو ايه وكأنه انه هو هيصحى بس بعد كده بيرجع ينام تاني هذا الامر زي ما بيقول لكم بيحصل لكل الاطفال لكن بيحصل مدته بتبقى ثواني كلمة السر في السؤال ده حكاية انه الطفل بيصحى من نوم يعيط ربع ساعة هي دي مربط الفرص زي ما بيقولوا او اهم اهم كلمة او اهم جزء في السؤال بالنسبة بقى للسؤال ده او بالنسبة لكل الاسر اللي عندهم طفل عندوا الحالة دي اجاوب بقى بشيء كده من التفصيل لان ده امر مهم اوي زي ما قلتلكم يختلف تماما عن الامر العابر اللي قلت لحضراتكم عليه واللي بيحصل لكل الاطفال وبتبقى لحظات كده وبتعدي وبيكملوا نوم عادي قال حتى لو صحيوا بيرجعوا يناموا تاني في حالتين بقى بيكون ظاهر فيهم هذه الشكوى اللي هو اللي ظهرت في السؤال اللي هي السؤال الحياة مش موضح الاستيقاظ والبكاء ده بيكون بعد قد ايه من بداية النوم لان ده برضو امر مهم اوي يعني يا ريت الام بس انا هجاوب بشكل عام يعني هقولك في كل الاحوال بس خلوا بالكو انا بجاوب على ايه ان الطفل اللي بيقوم من نوم او بيقلق بيقلق مش بيقوم بيقلق من النوم يعضي عيط فترة فترة هي بتقولها ايه في السؤال ربع ساعة خلاص كده مش لحظات لأ ربع ساعة دي يعني 15 دي دي فترة فترة كبيرة جدا في حالتين تخلي الموضوع ده يعني نفكر في الاحتمالات فيه بس في الاول لازم مراجعة لمكان نوم الطفل قبل ما نقول الحالتين دول ايه هم لان في حاجة لو تفتكروا كنت تكلمتوكو عنها زمان قوي في الطفل لما يبقى صغير خالص وبينام في حاجة اسمها المقلقات الخارجية المقلقات الخارجية دي ان الطفل مثلا يكون المكان اللي نايم فيه ضلمة خالص او دوشة او الملابس اللي لابسها ديقة عليه او فيه مثلا نموسة او بتاع مدايقاه فاهمين قصدي او فيه اصوات جاية من الخارج عملاله ازعاج انتوا فاهمين قصدي دي بنسمحنا المقلقات الخارجية يدخل برضو في هذا النطاق انه لو الطفل ده بينام في مكان والمكان ده مثلا فيه شباك وكان مثلا فيه اصوات كلاب الكلاب بالتحديد في العمر ده عند الاطفال صوتها بيقلق الاطفال قوي خلوا ملكوا من النقطة دي قوي يعني الكلاب بيجي عليهم وقت كده في وسط الليل وتبقى الدنيا هص خالص وعز النوم زي ما بنقول وتلاقي الكلاب دخلوا في حوارات مع بعض بيتخنقوا بقى معرفشوا ولا بيعملوا ايه فالموضوع ده ممكن عندنا يعني احنا الكبار بيبقى مزعج واحيانا فيه ناس بتاخدش بالها منه يعني بيفضلوا نايمين احيانا الناس بتقلق يقعدوا يقولوه ايه الكلاب دي هايجا ليه كده عمالين يتخنقوا مع بعض ليه كده الاطفال الوضع عندهم مختلف الاطفال بيقلقوا قوي من اصوات الكلاب فخلوا بالكوا من هذه النقطة برضو خلوا بالكوا من نقطة ان بعض الاطفال بيكون الاسر جايبة للاطفال دي تلفزيون في القوضة تلفزيون بيشارة الطفل يتفرج عليه او يتسل وانا الحقيقة ضد الموضوع ده شوية بس ايه خلينا نقول ايه انه ماشي فيه تلفزيون احيانا التلفزيون ده والطفل واحنا بيتفرج على كارتون الكارتون ده احيانا بيكون فيه حاجات يعني بتثبت في دماغ الاطفال جدا خلوا بالكم اللي انا بقوله ده يعني مع انه كارتون بس هو الطفل يكون خاف منه فلما ينام ويقلق يلاقي التلفزيون يفتكر ان اللي جواب التلفزيون ده ممكن يحدث عنده في القوضة انتو فاهمين قصدي الناس اللي هم كانوا بيتحنوا في بعض في الكارتون ما انتو لو بتتفرجوا على الكارتون ده ادوا نفسكوا فرصة والله يتفرجوا شوية على الكارتون كده هتلاقوا ان الكارتون ده 95% منه معارك ضارية يعني ناس عملة تضرب بعض وتطبق بعض ويرموا بعض مش عارف بحاجات غريبة وحاجات كده والطفل طبعا ممكن ما يبقاش عنده قدرة على التمييز لسه ما بين الواقع وما بين الخيال وخاصة بقولكوا لو تلفزيون ده موجود معاه في مكان نومه كمان خلوا بالكم النقطة الخيال المتحرك مع وجود اضاءة هقولكوا يعني ايه يعني مثلا فيه اضاءة جاية من بر او حطين سهار انتو في القوضة اضاءة خافتة مش فيه لمبة كده بسميها لمبة السهار تمام بس فيه مثلا زرع في القوضة او زرع صناعي او فيه شجرة خارج الشباك او فيه عمود نور فالموضوع ده عامل خيال كده فالخيال ده مثلا ممكن يكون بيتحرك نتيجة هوا نتيجة فاهمين قصدي فالطفل يبقى شايف حاجة مش مميزها قوي عملة تروح وتيجي فاهمين قصدي انا بقولكو ان دي احتمالات نخلي بس بالنا منها فاهمين قصدي يعني ايه نرجع بقى للسؤال يعني دي احتمالات بس نأمن عليها كده زي ما بيقولوا ان لأ مفيش حاجة مفيش تلفزيون مفيش خيال متحرك يعني او اضاءة خافتة في المكان مفيش اصوات كلاب لأ ده هو بينام في مكان بعيد خالص عن الشارع مثلا يعني تمام كده